اسمي مرح جمال شانتير في الرع العلمي مدرسة العدوية جبت معدل تسعين بالبداية احنا مبارك لك تفوقك ونجاحك يرد تحكينا كيف كانت أجواء وقت إعلان النتائج عندكم هون خصوصاً انه ما كنت متوقع هالمعدل الصراحة ما كنت متوقع هاد المعدل كنت متوقع أعلى بس انبسطنا الحمد لله شو الصعوبات اللي واجهتكم في خلال مرحلة الثانوية العامة انه كان فيه شوية ضغط بس اجمال كان عادي يعني الحمد لله سهل الحمد لله الامتحانات مثلاً كانت صعبة شوية عليكم هلا هي مش سهلة ولا صعبة يعني كانت متوسطة ملف إنجاز بالنسبة انت كطالبة الثانوية عامة ساعدكم أثر عليكم ضغطكم هلا احنا لاحظنا انه ما أثر على المعدل بالمرة بس ممكن يفيد بالجامعة ولا قدام ما بعرف بعد الطلاب اشتكوا منه انه كان في الوقت محدد وانه أثر على طلاب في درستهم هم كانت المدرسة مهيئتنا من سنتين أو سنة لهذا الاشي بس باخر فترة رقم بلا ضغطونا فيه كيف كانت الاجواء خلال تقديم المتحانات الثانوية العامة هنا خصوصاً في البيت كيف الاهل ساعدوك؟ نوفروا لي الاجواء وعادي اعتبرتها زي اي سنة من السنين طبعاً ماما كمان ساعدتني وقفت معي وهي اللي كانت يعني هي صراحة اكتر حتى تعب معي وهي أختي وأخوي كمان يعني ساندوني مين بتحب تهدي نجاحك وتفوقك؟ طبعاً أول شيء بهديه لأبوي الله يرحمه ياريت كان موجود معنا وبهديه لأماما وأخوي وعيلتي وكل حبايبي وأصدقائي ومدرستي معلماتي ومديرتي رسالة تفوق ونجاح عبر شاشة تلفزيون السلام بتقدميها للطلاب اللي ما حلفهم الحظ؟ انه صار هلأ في فرص كبيرة في مرحلة تانية ومرحلة تالتة بقدروا يعيدوا ويضبطوا وعادي انه في فرص كتير قدامهم مش آخر الدنيا الحمد لله مرح طول عمرها مشتهدة وطول عمرها من المتفوقين تفاجأنا كتير وانصدمنا بمعدلها بس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأجواء يعني هاي أنا لهالأجواء في الدراسة النتائج صراحا صدمنا لما ايجانا المعدل على المسج بس بعدها بدنا نفرحها ومش آخر الدنيا يعني ان شاء الله بتبدع في الجامعة والمتفوق دايما الحياة قدامه مش هاي آخر الدنيا والله هي مرح يعني كانت كتير بتفكر في طب الأسنان بس صراحة يعني الأمريكية مش كتير ما جربناها كل ولادي بدرسوا بالنجاح فممكن يعني انها تدخل مجال الهندس زي إخوانها وخواتها من شاشة تلفزيون السلام مبارك لكم تفوق ونجاح مرح تسلم تسلم وانا بهدي نجاحة لوالدها الله يرحمه وبحب كمان أهني بنتي لميس تخرجها ان شاء الله بكرة هندسة حاسوب والحمد لله رب العالمين بفتخر في ولادي وفي تفوقهم وربنا ان شاء الله يفرحني فيهم وهاي المسيرة اللي أنا ماشي فيها ربنا يقدرني اني أكملها وأرضي رب العالمين وأرضي زوجي لأنه كنا أناويان خطط لهاي الأمور كلها لليولاد الله يوفقهم كلهم اسمي برشة المهدي الفرع العلمي المعدل 94 مدرسة العدوية بالبداية من بارك لك تفوق ونجاحك يرى تحكينا كيف كانت أجواء الثانوية العام عندكم فور إعلان النتائج الحمد لله كانت حلوة يعني وتوتر كان بس الحمد لله يعني جبت معدل منيح كنت متوقع على المعدل تقريبا عنه يعني كنت متوقع أعلى بعشر بس الحمد لله يعني نفس المعدل تقريبا اه تقريبا ايش ناوي تدرسي لسه يعني حاطة كم مجال وبدأ أدوم وبدأ أشوف شو بدأ يكون بدنا تحكينا شو الصعوبات اللي بواجهة طلاب الثانوي العام خلال مرحلة الدراسة من بداية السنة لحد إعلان النتائج يمكن توتر العلمات كلام الناس مثلا الامتحانات أحيانا مثلا متيجر صعبة الطالب يخاف بس يعني الطالب بدر يتعدى هالأشياء إذا كانت عنده حلم وإنه يسعد أهله فكله بتعدىهم إن شاء الله بدأت ضغوطات نفسية أنت مثلا كنت خايفة من الامتحانات خايفة من الدراسة خايفة من المرحلة كلها أكيد يعني إلا الواحد بده يخاف بس بالنهاية يعني زي ما حكيت في النهاية في حلم فالواحد لازم يعني يتشجع عشان هذا الحلم كيف كان دور الأهل للوالد والوالد في مرحلة الثانوية يعني هم صراحة إلهم كل الدور يعني ضلهم شجعوني وإنه تي أسيش يعني لما كنت أروح من المتحانز على أنا لأ يحكيوني إنه لأ فيه ضايل والواحد ويعني لأ كانوا دايما معي الحمد لله ملف إنجاز أو إنجاز بشكل عام تساعد طلاب الثانوية وإله سلبيات وإله إعجابيات يعني كان أحيان بيساعدنا أحيان كان غلبة علينا بس الحمد لله كنا يعني معلمات تساعدونا إنه نتخطى الحمد لله إلى مين بتهدي نجاحك وتفوقك؟ أكيد له ماما وبابا وكل أهلي ولما درستي ولكل معلماتي اللي كانوا معنا تساعد التفوق ونجاحي بتهديها بشراء برشاشة تلفزيون السلام شكراً لهم دايماً كانوا معنا ولكل الناس لنشكرهم شاشة تلفزيون السلام من بارك لك تفوقك ونجاحك وألف ألف مبروك أنا الطالبة بلسم عبد الرحيم شديد طالب التوجيه من مدرسة العدوية الفرع العلمي حاصل عام عدل 94 و 7 علي أن أقول لكم الحمد لله والحمد لله بنى التوجيه حيث كان فيه كثير صعوبات وضغطات وكل كان يقول إنه آه أكيد خاص ما هي سنية مثل كلها سنين ما تنضغطي ما تتوتري بس لا هذه سنية عن جد لازم الواحد يدرس فيها كل قدرته اللي بدأت أقول إنه يعني ماشي ملف إنجاز وإش جديد والحمد لله فيه تحسينات إنه مثلا صار فيه دورتين صار فيه مرتين فرصتين تتحسن إنك تكمل مرتين بس من النسبة انه يعني ماشي ملف انجاز بدك تكتب فيه انت شوفي عندك اشياء انت تقدر تبدع فيها غير عن الامور المنهجية بس انا اللي شايفت انه طب لي يعني بصف حداش وتوجيه ليه احنا لازم ننجز بهدول السنتين بالذات يعني المفوود بهدول السنتين الواحد انه خلاص يركز على انه اش المؤمولات المنهجية لانه هدول السنتين هو اللي واحد اهم اشي عنده معدله اما انا بالنسبة لي انه مثلا ملف الانجاز لازم يبلش من لما احنا صغار ايش انت انجازت من لما انت كنت صغير ايش الاشياء اللي بتهتم فيها من لما انت كنت صغير يعني هاي رأيي بالموضوع بنسبة لي بدي احكي عن الحمد لله طبعا بس انا ان شاء الله كنت بطبح لها يعني معدل اعلى شوي من هيك بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى اعطاني عقد ما ادرسته وعقد ما جهودي بالنسبة لي شو بدي ادرس يعني كنت طوض الوقت بدي ادرس طب كان يعني حلمي اني ادرس طب بس يمكن المعدل مشكل هالكد بسمح بس انه يعني اذا لكي انه فرصة لا لاش لا يعني ووظيفة حلوة يعني انا كتير بفكرينها كتير مستمتعة فيها بس دائما بالوحب بفكر ممكن عندي مفرص تانية ممكن لا ممكن اشي طبي بس مش ضرورة طب بشري يعني ام بحب اهدي نجاحي لا بابا الله يرحمه لا امي اللي تحملت النكد خاصة باخر شهر وشهر الامتحانات ام ولا عيلتي اللي فيها كتير اولاد صغار واللي ما تهنين فيها بودوء بس انا بحكي الحمد لله يعني انهم كانوا هيك لانه بفضلهم ما حسيت بالتوتر انه اه توجيه وتوتر لا تطلعيش من الغرفي لا لا كل شي كان طبيعي حتى يوم النتائج كلهم متوترين وانا خلص يعني كاعدين عادي انه ايش يعني خلص رح تطلع النتيجة شود يصير يعني بشهر تمانية مثلا او بشهر اثناش يعني كتحسني معدلك مهذا بعطيكم فرصة صح عندك طموح انك تدرس طب معدلك تسعين سبعة اربعة وتسعين وسبعة ممكن انك تحسني معدلك في مادة في مادتين هيك بسمح لكم انجاز ممكن انه تجيبي معدل اعلى شوي تدرس طب ووالله ايبي بتحكي هيك بس انا اللي بحكي انه انا فاهم عليك بس انا اللي بحكي انه يعني انا عملت جهدي ودرست كل اشي بقدر عليه يعني ايش حيتغير لو مثلا انا رجالت درست كوان مرة وقدمت الامتحان لو اني ما عملتش اللي علي او كمان برجع بعيد و بس لا يعني انا عملت اللي علي درست كل كدرتي فما رح يتغير اشي والله الحمد لله رب العالمين كان وضع طبيعي جدا ما كانش يعني انه جو توجيه هي كمان ما اعطتنا انه هاي جو توجيه اللي بحكوا عنه الجو اللي غير شكل جو دراسي طبيعي زي اي سنة عادية هي بالنسبة لها كدراسي بس هي فترة الضغط كانت في رمضان وانه صيام وما كانتش تقدر انه لازم مثلا ترتب وقتها انها كيف امتها تدرس امتها تنام امتها تكون صايمة تعباني فهي دايما كانت تلجأ لي فتحكي لي ماما انا تعباني وما انجزتش في المادة ومش عارف شو بدعمل كن دايما احكي له خلاص تعباني روح مثلا نامي ساعة وارجع يجدد نشاطك لانك بهذا الوقت لو ما نمتي لو ما رتحتي مش رح تنجزي اشي وبالفعل كانت هي تستجيب بهاي الشغلات يعني تعبت كتير في رمضان يعني عن جد كل الطلاب بتوقع انهم تعبوا بس انا بنتقد الحكومة باشي واحد انه بيكثفوا الضغط بشكل مش طبيعي ويعني زي كانها انتقال منها مرحلة الى بركزوا على التوجيه بينما ما بوجهه الطالب اثناء المرحلة الدراسية انه لا تخصص معين انا بنتي كانت كل حلم حياتها تدرس طب لوزارة التربيو والتعليم نعم انا لانه بنتي كل حلم حياتها تدرس طب بينما ما اعطوهم فرصة مثلا في سنة من السنوات انهم زي باك الدول العالم انهم جربوا مثلا يدرسوا مادة الطب في هاي السنة يجربوا انه سواء بنجحوا فيها او ما بنجحوا يعني في عندها مخاوف طبعا صح معدلها بأهلاش انه في الطب طبيعي تروح مثلا انه موازي او اشي زي هيك بس هي بالنسبة لها مخاطرة انها تفوت موازي وتتعبنا سنة وسنتين وتكاليف وكذا وبعدين تقول انا فشلت في هاي الاشي فانا بناشد وزارة التربيو والتعليم انها في منهاجها جديد بما انها قاعدة بتغير منهاج انها تدخل خطة انه للطالب كل طالب شو ممكن انه يقدر يتعلم بعد التوجيه بحب اهدي نجاح لبابا الله يرحمه ولا امي اللي تحملت معي كل اشي ولا عائلتي طبعا لمدرسة العدوية اللي تخرجت منها اللي لها الفضل علي والفضل الاكبر لمدرسة الاسراء اللي اسستني وربتني ولا خالت قريج مديرة مدرسة الاسراء لبرضو لخالت رنبو هولا وكمان بهدي نجاحي لكل الناس اللي ساندوني خلال هاي السنة وبحب اشكر اهم اشي كمان مورة عائلتي انا الطالب سارة معتصم حامد عبدالقادر حاصل على المعدل تسعين وثلاث عشر الفرع العلمي مدرسة العدوية سارة في البداية احنا بمبارك لك تفوقك ونجاحك في الثانوية العامة يرى تحكينا كيف كانت اجواء الفرحة عندكم وقت أعلن النتائج اكيد فرحة لا توصى يعني تتعودش هاي الفرحة انبسطنا كتير والحمد الله كنت متوقعة هالنتيجة اه كنت متوقعة ايش حابت الدرسي ان شاء الله هدست حاسوب لا بدي ادرس في خضوري سجلت شو الصعوبات والمعيقات اللي بتواجهت طلاب الثانوية العامة من بداية السنة لنهايتها ايه الخاف والتوتر ايه حكي الناس يحكوا انه توجيهي وصعب ومعدال ولازم لوحد يجيب فهو التوتر كيف انت طبعا تخطيت كل هاي الدغوطات مامو وبابا وقفوا يعني جنبي كان يحكوا ليش ما تجيب تجيب المهم انه تنزحي هيك ماشاء الله فوقتي ايه الحمدالله ايه اكيد الناس الوقفوا حد يساعدوني انه الجو الراحة انه جو في الجو الراحة يعني ما سمعت لكلام الناس اللي هدي يحكي لك بتخوف السنة ما صعب شوي عليك يعني بجوز اخدت النصائح الإيجابية منك ايه ايه انه اعتبرتها السنة عادية بس مع شوية جهد زيادة ايه بضحى هيك لازم لوحد يخاف شوي عشان انه يشد حاله اكتر هيك بس بالنسبة لموضوع انجاز برأيك انت كطالب متفوقة ساعدك ولا ما اثر ما اختلف عن كل سنة عادة شفته يعني ما اثرش انه بس اول السنة شغلونا فيه لازم تعملوا لازم تحضروا وهذا الاشي بساعدكم بس هيك لم يمتهد نجاحك وتفوكك اكيد له ماما وبابا وللي وققوا حدي بهديئ لهم رسالة تفوك ونجاحة برشاشة الفيزان السلام بتقدميها لطلاب اللي ما حلفهم الحظ ولطلاب القادمين في السنة القادمة توجيه سنة حلوة وان شاء الله اتمنى نجاح للطلاب القادمين السنة الجاي واللي ما حلفهم الحظ عادي بعيد الواحد وان شاء الله خلينا نحكي مع والدك كيف كانت اجواء توجيه عندكم حلوة كثير كثير ولا توصف يعني شعور فضيع بجنة حلوة كثير كثير ان شاء الله الله يفرح الكل يا رب وينالوا كل هالفرحة الصراحة احنا حاسين انه بنتنا رح تجيب هيك لانها تعبت كثير وسهرت كثير كل اش عملته تقدر عليه الحمدلله جابت نتيجة حلوة كثير كثير وان شاء الله دائما متقدمة متفوقة بتشجعوها على التخصص اللي حبت تدرسه كثير من زمان حبت تدرس هندسة وان شاء الله انها بتكملها وبتجسر يعني طموحها كثير كبير ان شاء الله من شاشة تلفزيون السلام نبارك لكم تفوق ونجاح بنتكم ألف ألف مبروخ الله يبارك فيكم وشكرا لكم والد الطالبة سارة عبد القادر في البداية نبارك لك من تلفزيون السلام نجاح وتفوق بنتك بدنا تحكينا بس كيف كان دورك دور والدتها في مساعدتها في تهيئة الاجواء لها خصوصا في البيت كان شهر رمضان كان اجواء شديد الحرارة اكيد ضغوطات نفسية بواجهوها طلاب التوجيه كيف كان دوركم انتو لحتى انها هي تتخطى كل هاي المراحل كان معطينها الراحة يعني دير البال يعني تدرس تعبت كثير كثير وباكد يعني عندها يعني جهد كثير كوي كثير لا تدرس على راحاتها معطينها الراحة التامة تأخذ راحاتها وزيادة تدرس يعني دراسية موقفات الشياني يعني تريح حالها بترد درسته يعني طلع متواصلي من اول رمضان من كبر رمضان هي متواصلي يعني بالكراي والتعب والجهد تاها برضو تفوقها ونجاحها كان خلال فترة الثانوية العامة ولا هاد يعني هذا التفوق انتو غرستو فيها وزرعتو فيها من صغرها؟ من زغرها اي نعم تفوق وهي من صغرها واحنا هي يعني شاطرة كثير كثير ونتبهة دروسها وكثير كثير يعني دائر بالها يعني وهي برضو هي انا بتحب الكراي والدراسي ومحافظة على الكراي والدراسي وهي صغيرة برضو شاطرة شاشة تلفزيون السلام نبارك لك تفوق نجاح بنتك ألف ألف مبرو الله بارك لك احنا نبارك تشكركم من محط السلام والشباب ومجهودكم اسمي زينة عودة قدمت توجيه هاي السنة وجبت معدل تسعين علمي بداية مبارك لك تفوقك ونجاحك في الثانوية العامة كنت متوقع النتيجة في البداية؟ كنت متوقع أقل شوي بس الحمدلله اجت النتيجة أعلى كيف كانت فرحة أهلك والأجواء عندكم هون في البيت وقت أعلم نتائج؟ انبسطنا كتير الحمدلله وبابا انبسط ومام انبسط الكل انبسط الحمدلله زينة بدنا تحكي لنا بشكل مختصر عن مشاكل بتواجه طلاب الثانوية العامة في مرحلة الدراسة؟ اول اشي التوتر الخوف ورهبة التوجيه من وتوجيه واشي كبير كمان الضغط النفسي ممكن يكون بس الحمدلله يعني بتكون مشاكل خفيفة بتمرق بسرعة بالنسبة له انجاز برأيك طالبة الثانوية عامة واجهتكم صعوبات مشاكل فيه ولا كان اريح للطلاب؟ يعني اريح ومش اريح فيه امور كانت يعني من ناحية استعيل الاسئلة ممكن يكون خدم بعض الطلاب وبعض الطلاب ما خدمهم كمان كانت يعني نظام يعني له سلبيات وإيجابيات بنفس الوقت مين تهدي نجاحك وتفوقك؟ بحدي لنفسي اول اشي وبحدي لماما وبابا رعيبنا لتهتفد والله يرحمها ولأهلنا بره الضفة ولصحباتي مسألة التفوق ونجاحة برشاشة تلفزيون السلام بتقدمها المتفوق كزين للطلاب اللي ما حلفهم الحظ؟ للي ما حلفهم الحظ في دورات تانية في دورة شهر تمانية دورة شهر اثناش ان شاء الله هالمرة بيحلفهم الحظ والتوفيق لقلهم شو نصيحتك للطلاب القادمين في السنة القادمة؟ حلو كتير خصصا اذا كنتوا طلاب علمي شوفوا اسئلة سنوات سابقة ما تتوتروا والتوتر والخوف له نتائج سلبية يعني مش دايما نتائجه إيجابية وعادي سنة عادية خدوا نصائح من غيركم اشي كتير مهم واهم اشي اهم اشي ركزوا عليه انه حلوا اسئلة سنوات سابقة وشوفوا سنين سابقة زينة عادية من شاشة تلفزيون السلام مبارك لك تفوق لك ونجاحك ألف مبروك شكرا كتير لقم تلفزيون السلام دكتور غسان في البداية مبارك لك تفوق ونجاح بنتك زينة بدنا نسألك اسباب تدني معدلات الطلاب الثانوي العامة في هاي السنة خصوصا في محافظة طول كرم يعني مش كالمعتاد ككل سنة معدلات من الاوائل على مستوى الوطن السنة اجت شوي اكل طبعا احنا في طول كرم حصدنا المركز العاشر مكرر في طول كرم وفي بيت ليد شو اسباب تدني هاي المعدلات اسباب تدني المعدلات يعود اول اشي نظام جديد الانجاز ما عندهم خلفية مسبقة عنه ثاني اشي فيش اشي اسمه نجاح مستمر انا عندي طلاب مثلا في دفعة من الدفعات بيجيني دفعة ممتازة جدا جدا واللي بعدها بيجوا سيئ جدا جدا فطول كرم بتكون هي عبارة استراحة مقاتل انا دائما متفائل فيها وزي ما نعرف انه محافظة التميز والنجاح ولا شك انه السنين القادم راح تكون الافضل وبعدين بصفة عامي الطلاب عادة لا يميلون للدراسة بسبب الاحتقان السياسي الموجود والاجتماعي والامور الاخرى يعني احنا فالله يعينهم حتى تطور التكنولوجيا اليوم بشوي ببارة اه الوسائل التواصل الاجتماعي ما اقضي جزء كبير من وقتهم فللأسف يعني كل طالب عنده موبايل عنده فيسبوك او تويتر وبضيع اكثر من خمسين في المئة من وقته عليه انت كدكتور برأيك تغيير كثر تغيير المنهاج اللي خاص بهاي الفترة بأثر على الطلاب اكيد اكيد اشي انت مش متعود عليه مرة واحد يقولوا لك تاع اسباح يعني هاته بجزء عن المدرسين نفسهم طبعا يعني نظام جديد بده مقدمات وهي المقدمات ما كانت يعني بجزء ما هو للأسف حق التجارب يعني رايح عبطالب بالاخر طبعا زي العلاج وكيف تطويره في النهاية راح يستكر لمرحلة افضل فانظمة بنحاول انه نتواصل مع الانظمة المتقدمة للدول المتقدمة وعنا اهم اشي اللي هو التعليم يعني احنا لما منستثمر في التعليم افضل استثمار إلنا يعني مين اللي بده يجيب مين اللي بده يعمل التقدم خير الشخص الطالب المهندس الدكتور فاحنا بنهيئ هذا الانسان حتى يمسك مركز القيادي واذا كان القائد متدرب ومتفهم ومتعلم فلا خوف عليه رسالة ونصيحة من الدكتور غسان للطلاب اللي نجحوا في الثانوية العامة ورح يدخلوا الجامعات كيف تنصحهم يختاروا التخصص شو يعملوا بالجامعة لحتى انه اكيد هاس يعني سنة جديدة عليهم رح تتغير مورحلة جديدة في حياتهم تغيير كبير رح يكون في حياتهم كدكتور في جامعة النجاح قسم التخصص الهندسة المدنية شو نصيحتك لطلاب طبعا الطالب بده معظم بعد التوجيهة كثير من الطلبة بدخل تخصص هو لا يرغب فيه هي عبارة عن رغبة ابوه او امه او رغبة اخوه او بعض الناس اثروا عليه يعرف مثلا بده يدخل كلية الهندسة لازم يكون عنده خلفية ممتازة بالفيزياء ورياضيات خاصة الرياضيات بالذات فاللي بحبش الرياضيات يبعد عن الهندسة لان الهندسة عبارة عن حسابات مثلا انتجاهه بحب الكيميا وبحب الاحياء يمكن انتجاهه يكون للطب او لتخصصات احسن او بجوز لا يميل للمواد العلمية ولكن عنده قدرة اقناع قوي وعنده مطالع بجوز الحقوق والقانون يكون افضله فعنده مش مجتمعنا اقول له دكاترة مهندسين في تخصصات ثانية يعني دكتور الجامعة واخد نفس الراتب سواء كان دكتور في الطب ولا دكتور في الهندسة ولا دكتور بالعلوم ولا دكتور بالاداب ولا دكتور بالحقوق نفس الراتب يخت فليش ما يبدأ مثلا بالعلوم يكمل دراسات ويبدأ العلوم بصفحة عامة الهندسة مبنية على العلوم عندما يأتي على الهندسة نأخذ فيزياء ورياضيات وكيميا ونأخذ مواد كثيرة هي علوم فإحنا أي طالب يريد أن يختار أي تخصص يجب أن يكون لديه خلفية معلومات عنه وليس يتورط فيه يريد أن يدخل الهندسة يتفاجأ أنه طبيعيه لا يحب الفيزياء فأرى الفيزياء قدامه بأشكال مختلفة أو رياضيات بالذات نعتمد كثيرا على الرياضيات التطبيقية في الهندسة المدنية فإذا ما بيرغب في هذه المواد فما راح يفله حتى لو درسه حتى لو تخرج في النهاية راح يكون عنده إحباط لأنه لن يكون عنده ثقة بنفسه لممارسة المهني لأنه ما توفرت هذه الأمور أما إذا حبها عن حب وشاء وطور نفسه فيها وجد ما الذي يريد إياه ويصبه إليه في هذا التخصص فبيبدع فيه وأذا أحسن ما يمكن بطلب من الأهالي أن يشوفوا توجهات أبنائهم ويسمعوا لأبنائهم لأنه في النهاية الأبناء سيبكون والأباء سيرحلون يعني وفي النهاية القرار اللي بتتخذه الطالب أو الإبن لازم يكون ضمن المسئولية ما قرار أبوه أو أمه أو أخوه قرار نفسه عن قناعة ومجتمعنا وإحنا الشعب الفلسطيني مجتمع وشعب مثابر وبحب القرارة وبحب العلم وأنا عيشت 26 سنة في الغربي في دول مختلفة وشوفت زملائلنا من الأصول الفلسطينية يعني من أذكى الطلاب من أذكى المهندسين ومبدعين فهي عندنا لما كنت طالب كنت أقرأ كثير عن الأمة العربية أمة عريقة تكمن في أبنائها مواهب موروثة كانت يوما مضى تذكي حضارة العالم هيدرست وانا بالثاني الثانوي أيام ما كنت طالب ظلت برأسه خلق الإنسان وهو مرهون بغاية لا محالة بالغها مهما شقت طريق وتعددت العثرات إذا قدامه هدف بده حقق هذا الهدف مهما كان صعب عنا لا نعرف الصعوبة لا نعرف المستحيل يعرف أنه أول إشي المثل الصيني اللي بيقول مسافة الألف ميل تبدأ بخطوي ما دام لم نخطي هذا الخطف ستبقى الألف ميل ألف ميل أما إذا مشهنا أول خطو وثاني خطو بصير الألف ميل سر تسعمائة وتسعين تسعمائة وتمانين وهكذا حتى نشعر أنه ضايل متر مترين أو كذا فلازم الخطو نبدأها لازم المثابرة لازم يكون عندنا نوع من الطموح هدف واضح يعني لما أنا تغربت أنا درست في تركيا في جامعة الشرق الأوسط جامعة أمريكية عريق كان مكتوب على المكتب عندي مكتب دراسي في الإنجليزي لماذا أنا هنا؟ أنا جاي أحقق هدف كثير من زملائنا للأسف انحرفوا شوي يمين أو يسار وما حققوا الهدف اللي لازم يحققوه وفي منهم ضلوا مصر على أنه جاي يوغد هالشهادة مش إش تاني جاي يتعلم ويشعر مع ظروف أهله اللي حرموا حالهم من شغلات كثيرة مقابل أنه وصلوله اللي لازم يوصلوله إياه من مادة من أهم شيء اللي هو الفلوس المادي وللأسف بعض اللي نجر وراء أمور أخرى جاب ند ما يجيب شهادة جاب مرة وروح فيها دكتور غسان بنشكر كلامك ونصاحك لطلابنا باسم تلفزيون السلام أسرة تلفزيون السلام بنبارك لك نجاح وتفوق بنتك زينا ألف ألف مبروك كل الشكر لتلفزيون السلام ولصاحب تلفزيون السلام أبو محمد وابنه اللي قدامي محمد ولجميع العاملين في تلفزيون السلام هذا التلفزيون العريق اللي تعودنا عليه وراعين نستمر معاه دائما وأبدا تسلموا كثير كثير والشكر موصول لجميع القائمين على التلفزيون وعلى جميع القائمين في التربية والتعليم اللي كانت جهودهم الجبارة سواء من معلمين ومن إداريين ومن وزارة الله يبارك في جهودهم وإن شاء الله الأجيال القادمة بتكون أفضل وأفضل والنتائج عندنا في محافظة الطول كانت بتكون أحسن وأحسن وشكرا للجميع أنا شهد مفاكم محمد أبو حطب جبت بالتوجيهة تحت وتسعين وستة ومن درست العدوية علمي شهد حكينا كيف كانت أجواء أعلان النتائج عندكم هون في البيت الله صراحة أنا كنت أول بنت وأول بنت بتكوني أول توجيه بالدار بيكون غير فكثير مبسط وأهلي وأنا كنت كثير مبسوطة ويعني كانت تفضل كنت توقع النتائجة كنت توقع تتعين النص يعني صالت تت سنة ستة كطالب التوجيهة شو الصعوبات اللي واجهتكم هنا من امتحانات من أجواء رمضان حر الله أنا ما كنت يعني حاسي بالموضوع عادي إنه يعني ما حسيت الموضوع كثير يعني عادي قدمت ما كان في صعوبات ولا ضغطات ولا إشي كان الناس تخوفك دير بالك من التوجيه لا 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 ما كان بالمرة ما كنتش تسمع لحدها لا نهاليا كيف كان دور الأهل هون في البيت الله ما كانوا يضغطوني بالمرة ما كانوا يحكي لكم وأدرس إنهم عارفيني شو أنا يعني عارفين رح أجيب معدل وأدرس فما كانوا يضغطونه كانوا دايما معي يعني وهيك دايما معي أنا إيش حابت أدرسي أين الله مش عارف بجوز أدرس تحليل طب مخبري بالنجاح أو مش عارف يعني فيه أكثر من تخصص لمن بتهدي نجاحك وتفوقك أول إش الحالي طبعا والأم أبوي ولكل حدا كان معي سواء لكم معلماتي ببر المدرسة وجواتها ولكم كمان ولكل الكرايب رسالة تفوق ونجاح عبر شاشة تلفزيون السلام بتقدميها للطلاب اللي ما حلفهم الحظ أنا بحكي لهم ما يقسوا لسه فيه فرصة معكم دورة 8 ودورة 12 لازم تجتهدوا وتشدوا حيلكم عشان تنجحوا بإذن الله تعالى أبو محمد والد طالب شهد بدنا تحكينا كيف كان دوركم كأهل في تهيئة الأجواء لبنتكم في خلال فترة الثانوية العامة طبعاً أولاً أهلاً وسهلاً وسهلاً فيكم نشكركم أنكم اهتميتوا وجدتوا عملوا هاي المقابلة طبعاً هاي بنعتبرها منكم أنتم دعم إن شاء الله لأشهد أنه صير عندها تسكل شخصيتها هسه وخشت عمرها الجديدة طبعاً هذا شكر خاص لتلفزيون السلام طبعاً النجاح هذا نهديه بشكل عام لفلسطين كلها لأنه هاي بنت فلسطين وبنهني كل أهل فلسطين طبعاً كل اللي عندهم كانوا طلاب ثانوية عامة وأهل طول كرم خاصة المحافظة اللي هي أكثر المحافظات تميز اللي بشكر الأهالي فيها لأنه في عندهم اهتمام خاص في طلاب الثانوية العامة يعني اهتمام الأهالي مميز جداً في طلابهم ودور كبير للأهالي في أنه يعني أغلب الطلاب بجيبوا علامات وبيجيبوا تفوق وبيجيبوا شغلات كويسة طبعاً هذا برضو شكر شكر خاص كمان للمعلمات في المدرسة وإن شاء الله يعني منها الأعلى منها يعني طبعاً الشهيد بدها أنه تدرس مثلاً طحاليل طبية أو طب مخبري والدها والدها طب مخبري أنتو اللي شجعتوها على هذا التخصص ولا هي من تلك النفس والله هي ميولها دائماً يعني لشغلات الأحياء يعني شايفين ميولها هيك طبعاً التخصص هذا كتير تخصص كويس التخصص لما إحنا درسناه سواء أنا ولا إمها كان عن قناعة يعني وحب للتخصص نفسه يعني تخصص تحديد الطبيب اليوم تخصص مهم جداً يعني شغلة مفصلية في أنه هو بوجه الطبيب صار يعني يعني في بعض الأحيان يعني ما الطبيب ما بقدر يتخذ قرار إلا أنه يرجع للمختبرات ومجالنا وتخصصنا يعني واليوم الواحد برضو صار يفكر بشغل أنه مش بس تدرس تقعد بالبيت يعني بدها بعد ما تخلص إنها تمشي بإشي كونه هذا يعني شغلنا هي إن شاء الله رح تستمر فيه إن شاء الله رب العالمين سؤال أخير بهذا الموضوع رح تدرس طب مخبري هناك فرص عمل إليهم بعد ما يتخرجوا يعني كثير طلاب تخرجوا طب مخبري هي هاي المشكلة مش بس بالطب المخبري يعني تبتحكي في أغلب التخصصات في بطالة هسا إحنا يعني كونه عنا مختبر موجود إن شاء الله رب العالمين يعني الخطة المستقبلية إنه مختبر خاص إنه يصير تطوير للمختبر ونتطور فيه يعني وكون في تطوير للمختبر يعني مش نعمل الدعاء للمختبر لا يعني إحنا برسم خطة الواحد طبعا كل شي بعد مشيط رب العالمين وفيه احتمال ندرسها طب برضي يعني من ندرس قاعدين يعني إحنا في حيرة من أمرنا إن شاء الله خير يعني نتمنى لها التوفيق ومن شاشة تلفزيون السلامة بارك لكم التفوق ونجاح بنتكم شهد و ألف ألف مبروك ألف شكر لكم وإحنا شاكرين لجيدكم لأهتمامكم يعني وإنت دائما تلفزيون يعني مثابر ومن السباقين على هيك أمور شكرا لكم